في مبادرة علمائية تعبر عن مظاهر تفاعل الشعب الأردني ونخبه وعلمائه مع غزة وأهلها أقامت رابطة علماء الأردن معرضا للصور التي تحكي قصة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهو يعيش تحت وطأة الإبادة الجماعية الناجمة عن العدوان الصهيوني المستمر منذ أربعة أشهر ويأتي المعرض معبرا عن رأية رابطة علماء الأردن في حمل هموم الأمة ونصرة المستضعفين من أبنائها وإيصال رسالة لأهل غزة بأن أبناء الأمة الإسلامية متضامنون معهم وداعمون لصمودهم ومدافعون عن حقوقهم فكرة المعرض هي رسالة تود أن تنقلها الرابطة لأكثر من جهة منها أول شيء يعني لإخواننا في غزة أننا معكم وأنا عيش معكم هذا الحدث ونحاول أن ننقل هذه المعاناة بقدر ما نستطيع والأمر الثاني هي رسالة من أهل الأردن إلى أهل فلسطين أننا معكم والهم واحد والمعاناة يعني واحدة نتبنى هذه القضية وكذلك هي رسالة للعالم أجمع في نشر يعني ما يعانيه أهل فلسطين وما يتعرض له الإخوة في غزة من قتل وتشريد والحقيقة يعني هي جريمة في حق الإنسانية في هذا الإطار فأحببنا أن نعيد الأمر إلى الساحة بطريقة تعكس الواقع دون أن نتكلم أن الصورة معبرة بحد ذاتها وتم إقامة معرض كتاب على هامش هذا المعرض اللي هو معرض الصور لكذلك إصار رسالة أن العلم هو الذي تبنى به الأمة والعلم هو الذي يعين الناس على الثبات والمقاومة والعلم هو الذي يبني بإذن الله ما تهدم لأنه يبني الإنسان ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا المعرض قد آتى أكله التي يريدها وأن يتقبر الله عز وجل مننا هذا الجهد وأن يخفف عن إخواننا ما هم فيه المعرض الذي يتألف من عشرات الصور والوثائق والمطبوعات والمجسمات التي تعكس جانبا مما يجري على أهلنا في قطاع غزة يهدف إلى توثيق معاناتهم الإنسانية والمأساة الكبيرة التي تطوقهم فضلا عن رصد صمودهم وثباتهم وإنجازهم الكبير في العمليات النوعية للمقاومة الفلسطينية